بعد زيارة دامت عشرة أيام في الجزائر مقرر الأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وإنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات دعى السلطات الجزائرية إلى فتح الفضاء المدني والاستماع أكثر إلى الأصوات الناقضة في ختام جولة قادته لعدة ولايات جزائرية التقى فيها مسؤولين وسياسيين وفاعلين ونشطاء وحقوقيين عقد كليمان ياليد سوسي فول مؤتمرا صحفيا بمقر الأمم المتحدة في الجزائر وحثى الحكومة على العفو عن الأشخاص المدنين بنشاطهم في الحراك الشعبي بما يعكس الاعتراف بالحراك كنقطة تحول في تعهد الجزائر بالمضي قدما في مبدأ بناء الجزائر الجديدة على العدالة أن تكون في خدمة الحقوق والحريات لا عائقا يخاف منه المواطنون الذين باتوا يخشون عواقب التعبير عن آرائهم هذه القوانين يجب أن تراجع أو تلغى لأن الدستور الجديد ينص على بناء دولة تحترم فيها المبادئ الدستورية ولهذا فكل الأشخاص الذين احتقلوا أو يحاكمون أو يتواجدون في السجون بسبب قانون لم يعد سريا المفعول يجب أن يطلق صراحهم وانتقد المتحدث قانون العقوبات الفضفاض وغير الواضح بالنسبة له معتبرا بأن الدعوة إلى التظاهر ليست إرهابا ورغم إشادته بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية دعا المقرر الأممي إلى أن ترافق بتعزيز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان الحكومة الجزائرية توجه الدعوات لعدد كبير من المقررين الأمميين وهذا انفتاح يجب أن نشيد به لنشارك جميعا في مرافقة البلد لخروج من هذا الوضع وإعادة بناء الثقة المهزوزة بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية والصحافة وبين السلطة ليتصالح الجزائريون مع بعضهم بهدف بناء جزائر يحترم فيها الجميع حقوق الإنسان والمرأة والأقليات واللاجئين وأكد مقرر الأمم المتحدة أن الجزائر أمام فرصة حقيقية لإحداث التغيير المنشود مشيرا إلى أهمية دعم المجتمع المدني والحق النقابي وحرية الصحافة في البلاد التي فازت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي 2024-2025 إلى جانب فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان بين 2023 و2025 كريم قندولي قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر